الزمالك في يناير عملت صفقات كتير تمام مين أكتر صفقة عجبتك وإيه الصفقة لكان نفسك تبقى موجودة في الزمالك أكتر صفقة عجبتني نصر باهر وعبدالله سعيد ومفروض زياج كمال مفروض اللعب كويس بس الغالي لوقتهم صم وشحاتة كويس ومين بقى اللي كان نفسك تشوف في الزمالك رمضان صبحي رمضان صبحي واثنين مساكين لازم يجي واثنين مساكين في أسماء معينة في رأيك برضو ممكن يكونوا أجانب التونسيين ممكن يبقى أجانب عادي وباك رايت وباك لفت وباك رايت وباك لفت طيب تشكيلة اللي شايفها المناسبة أن الزمالك يبدأ بيها مبارات الأهلي تكون فيها مين عواد حسب بقى ما الراجل عزيزي تبدأ 4-3-3-4-2-3-1 في النهاية هو اللي هيفاجئين هو حر أنا وسالك أنت من وجهة ناصرك شايف الأفضل عواد عواد في حسنين المسلوسي ويحسام مساكين باك يمين عمر باك شبال فتوح اتنين في نص الملعب شحاتة ودونجة وقداموا عبدالله الصعيد يمين زيزو ومصطفى شلبي الجزير بقى وناصر مهر حسب بقى حسب بقى بالمناسبة ممكن شكبالة ما كانت مصطفى شلبي ويلعب شكبالة يمين وزيزو شمال حلم بالمناسبة لعبت في المصر فترات عظيمة ولعبت في الزمالك نفس الأمر لما فيه مباراة بين المصر والزمالك عطفين بتروح لفين حسب والله العظيم اللي محتاج المطش قبل كدة و انا في الزمالك والله العظيم المصر كان محتاج المطش بس أنا لعبت مصطفى شرف القاخر بس ساعيته يعني هو انا في الزمالك المصر الي كسب روحت حتفلت مع اللعيب اللعبت المصري اه والله العظيم مش احتفلت روحت سلمت عليهم وبيستهم و كانت كلت خاصةو حسى المسيقو ابن ساعتها محدش ده معليك في الزمالك للا للا بعد المطشไมدوش علاقة بقى في المطش اه يعني المصري كسبت زمانك فانت روحت هنيت المصري اه كنت مبسوط لهم اه جدا جدا اه جدا جدا